اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة رح نتناول موضوع كيفية اضافة كلمة مرور للملف طيب في البداية عندنا نوعين من كلمات المرور عندنا كلمة مرور للتعديل وعندنا كلمة مرور للقراءة نجي الى ملف وطبعا نجي الى حفظ باسم رح اختار مثلا دس اكتوب عدي هنا ادوات فاجي هنا الى ادوات وطبعا اختار خيارات عامة من ادوات نجي الى خيارات عامة طيب عندنا كلمة مرور للفتح وكلمة مرور للتعديل لو اختارت للتعديل مثلا 1 2 3 مثلا لا على التعين وطبعا عندما اضغط على موافق رح يجلي اعادة كلمة مرور للتأكيد وبذنوات ايضا 1 2 3 1 2 3 ومن ثم موافق ومن ثم رح اختار اسم مثلا ايضا من نصة عالمبها الاحترافي طيب رح اخرج من الملف ورح افتح الملف ألاحظ أن البرنامج راح يطالبني بكلمة المرور طيب إذا أجي هنا أضغط على 1 2 3 وطبعا موافق طبعا في البداية خليني أكتب كلمة مرور خاطئة مثلا أي كلمة مرور وأجي على موافق راح أطلع لرسالة كلمة المرور غير صحيحة فراح أختار 1 2 3 ومن ثم موافق الخطوة التالية راح أجي أفتح الملف وألاحظ هنا أعدي للقراءة فقط أي أن أقدر أفتح الملف للقراءة طبعا الملف فقط للقراءة ما أقدر أعدل عليه نهائيا فقط أن أشاهد الملف طيب راح أجي أفتح الملف وراح أكتب كلمة المرور الصحيحة 1 2 3 ومن ثم موافق طيب راح أجي على ملف وطبعا راح أختار حفظ باسم وأيضا سطح المكتب وطبعا من أدوات نختار خيارات أعمة وراح أخلي كلمة مرور للفتح مثلا 1 2 3 4 5 وكلمة مرور للتعديل مثلا 1 2 3 4 ومن ثم طبعا موافق أعد تدخل كلمة مرور للفتح اللي هي 1 2 3 4 5 ومن ثم أوكي أعد كتابة كلمة مرور للتعديل 1 2 3 4 ومن ثم وموافق وراح أسميه مثلا كلمة المرور مثلا لا على التعين أي اسم وأيضا على سطح المكتب راح يكون وحفظ وطبعا راح أخرج وراح أفتح الملف اللي هو اسم كلمة المرور راح ألاحظ أنه أدخل كلمة المرور للفتح طبعا في الحالة السابقة أنه بإمكاننا نفتح الملف بوضعية القراءة فقط يعني بإمكاننا أنه ما حاضينه رقم بإمكاننا نقرأ الملف أما في الوضعية الثانية لا يمكن فتح الملف إلا إذا وضعنا كلمة مرور للفتح مثلا 1 2 3 4 5 ومن ثم وموافق طبعا في هذه المرحلة بإمكاننا أنه أما نفتح الملف للقراءة فقط أو نكتب كلمة مرور التعديل اللي هي 1 2 3 4 ومن ثم وموافق طبعا هذه العملية حماية أكثر من الخطوة السابقة نتمنى تكون هذه المحاضرة مفيدة وسهلة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر